نبدأ لك ببيت زهيري مجاراتاً ويالاخر عزيز أنوار أيوال ونسترسله بقصيده الله عزيز بارك الله يا ربي أنت الذي أعرف بحالي ودار وداء يا ربي أنت الذي أعرف بحالي ودار جار الزمان وقسى وانطاني ظهره ودار وداء يا حيف ثدي الصبر خزن هموم ودر مهموم عشت بكدر والدمع يجري وهل وهل غيرك يا رب والعرش ما عندي صاحب وهل وهل عذراً يا رب أسألك هم يصف وكتي وهل أرجع عن الديرتي وسكن بسكفو دار الله كريم إن شاء الله يا رب وبعد أن سئمت عن كتابة القصائد التي تتغنى بحب الوطن إلا أنني توجهت بكتابة قصيدة لأعاتب بها بلدي لأعاتب بها بلدي كتاب وهي تتحدث عن الوضع الراهنية الملاوي الصبح الله الله عليك يلي ملاوي الصبح ومشت في دليل بس الله اللي يعلم عجرب حالك إيو الله أكرهت حتى ليم تحكى عراق الخير عراق الضيم قصدي عراق الضيم قصدي الشيبة أطفالك على صوت القنابل والذبح والعوز موش على الثقافة خرجته الجالة وفي وجه صبحك قمت ما أقول يا الله يا ستارة قولا مع اللي يجرالك بس عندي طلب وتمنى كون يصير ويرجع وطن يحكي بزودة وبجالة أريد القاعد على الكرسي يكون يطير مو يقعد علينا يطيره فيالي أريد أطلب طلب واتمنى كون يصير ويرجع وطن يحكي بزودة وبجالة أريد القاعد على الكرسي يكون يطير مو يقعد علينا يطيره فيالي صار الوطن صار الوطن ناقي نعم يدر نفط يا حيف وزلفت عينهم حتى على لوشالة وطن وطن محد فيزع لجلة وشالة اي والله وبحر النفط بيك أصبح وشالة ألبس ملفة عصاية وشالة إذا تقل الذبح مو حالهوية العراق العراق أبطالة أريد تقودة مو ش اللي يبتوالي اللي يقعد يشرب أبطالة الله مكلبتش هالوطن ومقيد ومقفول وجيبل بيهزود ويفتح أقفالة نعم اللي يضحك لك عمر ما شاف منك خير صحيح تقوم بلاده نبو تيتم عيالي لا وينك يا وطن شو رحت بالرجلين وينك يا وطن شو رحت بالرجلين وين اللي تنخلت يا بترجالي الله وين البخت صار وستر الإبنيات وين البخت صار وستر الإبنيات إذا تمر بالعراق الفاتحة قرالة أمن لي حياتي وقد نمو تنجوع وطن مهزوز من نجني وبالي شمالي نعم صحيح حتى العيشة صارت فيك مات الرادية عم يطلع منا كلف من يالك في الدول هالوطن في دول هالوطن لا يريد أن أذهب لا رحيم المالك ومن حرف شهد تالي بشرط بشرط نبني وطننا ويرجع عش محلوف نشغل الوطن لازم كلها عموالي نشغل الوطن لازم كلها عموالي وصح الله أزالك الله أبدانك على رأسي الله يحفظك نعمت حالك يا غالي اسلام يا سامر راي اسلام يا شاربك الخير